يمكن أن يساعدك شرب عصير البرتقال مع الليمون على إنقاص الوزن يعتبر البرتقال مصدراً رائعاً لفيتامين سي كما أنه يحتوي على الألياف مما يساعد على منع الإمساك وقد يقلل أيضاً من خطر إصابة ببعض أنواع السراطان يحتوي الليمون على حامض الستريك وهو أحد مضادات الأكسيدة التي تساعد على محاربة أضرار الجذور الحرة في الجسم ويساعد في الهضم عن طريق زيادة إنتاج حمض المعدة تمنح الأحماض الموجودة في الليمون أيضاً خصائص مضادة للميكروبات مما يساعد على منع البكتيريا الضارة أشرب البرتقال مع الليمون لإنقاص الوزن هذا الخليط طريقة رائعة لتقليل الدهون للحصول على المزيد من الطاقة والتحكم في الشاهية أشرب هذا المحلول كل يوم سيساعد هذا المشروب الطبيعي على حرق الدهون الزائدة عن طريق زيادة تمثيل غدائي وإزالة السموم من الجسم وتحسين الصحة العامة إليك كيفية صنعه أمزج نصف كوب من الماء مع عصير برتقالة كبيرة ناضجة ورشي نصف ليمونة طاجزة أضف ملعقة صغيرة من العسل أو شراب القيقيب تخلط جيداً حتى تدوب جميع المكونات في السائل ثم تقدم فوراً نحن نعلم جميعاً أن كوباً من العصير هو طريقة صحية لبدء اليوم ولكن يمكن أن يكون له في الواقع فوائد أكثر مما تعتقد في المرة القادمة التي يجتمل فيها روتينك الصفاحي على برتقالة وليمونتين حاول عصرهما في كوب كبير مع بعض التلج واشروبه لن تحصل فقط على فوائد القلب من فيتامين سي في هذا المشروب ولكن أيضاً ستمتص الحديد من كل الليمونتين أيضاً تزيد إضافة الليمون من إنتاج معدتك لحمد الهدروكلوريك الذي يساعد على تكسير الطعام حتى يتمكن جسمك من استخدام عناصره الغدائية بشكل أفضل كما أنه يحسن الهضم ويبقى البكتيريا السيئة في مكانها عصير البرتقال والليمون غني بفيتامين السي وبي وكلاهما يحتويان أيضاً على مضادات الأكسيدة التي تساعد على تأخير عمالية الشيخوخة وكذلك الحماية من الصراطان أفضل طريقة لتناول عصير البرتقال أو الليمون هي شرب كوب من الماء لأن ذلك سيساعد في تقليل حموضة معدتك ويتضمن عدم إصابتك بالإسهال بسبب الإفراط في تناوله ومع ذلك إذا كنت تفضل خلطهما مع مشروبات أخرى يمكنك إضافة ثلاثة أو أربعة معالك كبيرة من العصير البرتقال الطاجج أو عصير الليمون في كوب من عصير الجزر أو حساء السبانخ أو عصير الطماطب أو اللبن إذا كانت معدتك يمكن أن تأخذه يمكنك أن تأخذ كوباً من الماء الدافئ ممزوجاً بعصير نصف برتقالة وتشربه كل صباح على معدى فارغة ويسمى هذا العلاج بالمشروبات الداخل والذي يحفز التعمج الإنقباط الطبيعي للأمعاء واسترخائها مما يساعد على إزالة السموم من الجسم كما أنه يساعد على تطهير القولون من أجل الحصول على أمعاء أكثر صحة بالإضافة إلى الحفاظ على رطوبتك طوال اليوم شرب عصير البرتقال مع الليمون يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان المريء وجد أن الاستهلاق المنتظم لعصائر الفاكهة الحمدية مثل البرتقال وإنه فعال من وقايا من السرطان المريء في هذه الدراسة أجروها باحثون في مركز السرطان بجامعة منسيوتا وكشف البحث أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي بانتظام قد يمنع أو يؤخر تطور هذا المرض والذي غالبا ما يكون قاتلا سرطان المريء هو أحد أنواع السرطانات الجهاز الهضمي الذي تؤثر على الأنبوب الذي يرتبط الفن بالمعدة وجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة وهذه هي كانت أفضل فوائد شرب البرتقال مع الليمون إذا أعجبك الفيديو المرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة